سؤال تقول طبيعي بعد نية الشهر أتمنى رجوع اللي تركني ولا ما لدخل علما أني فهمت الرسالة والله أنا أشك أشك أنك فهمت الرسالة أشك أنت لو كنت فهمت الرسالة يعني الشعور الآن أنك أنت لسة تنتظرين لسة تنتظرين أنه في أحد يرجع تنتظرين أنه ممكن يجي يعني تبغين للشخص هذا يرجع إذا تنزلين أوكي خلص أنا فهمت الرسالة يلا أرجع لا هو الرسالة أنه هو ما يرجع هذا هو الرسالة أنه أنت أنه أنت تستغنين يكون عندك حالة الاستغناء أنه أنت تستغنين أنه أنت ما وصلت إلى حالة الاستغناء حالة الاستغناء هي الرسالة أنك أنت تكتفين بذاتك هي الرسالة تلتي ما وصلت إلىها ما وصلت إلى هذه النقطة لذلك مهم انك ترتبين الموضوع من جديد وسيظل الموضوع يلحي عليك نعم عشان تصححين ويظهر شخص جديد وتعيدين نفس القصة التعبارة عشان تصححين كيف اتعاطف بدون ما اتأثر انا لو القراب مني مرضوا امروا معهم حبيبتي انتي قلوي بسم الله عليك اول شي اقول لكل شخص درجة تحمل خلونا ما ننسها بالنقطة المهمة لكل شخص درجة تحمل يعني في شخص يقدر يوقف في حادث صار في الطريق وفي دم تتشر وفي اعضاء تنتفى في كل مكان يقدر يوقف ويساعد ويكلم الاسعاف ويرتب الموضوع واذا يقدر يقدر يقدم السعافات اولية يقدم في شخص يقدر يسوي الاشي في شخص ما يقدر في شخص ما يقدر وعشان كذا احنا عندنا ادوارنا وعندنا رسالنا بالحياة عندنا كل شخص عندنا دور وعندنا رسالة بالحياة في شخص يعني 24 ساعة في غرفة العمليات يقطع منها البشر ويعدل ويبدل عادي شعور يعني سادة في شخص يعني في ناس يشفون دم يدخون ما عرف ما ادري اذا تعلمون هذا الشيء او لا صدق صدقه مو مبالغة يشفون دم يعني يغمع لهم هذا شنون ينقذون الناس شنون يتردون الناس شو كي يساوون لا لا تقدم ما لا تملك باختصار قلناها وسنظل نقولها هذا الشهر لما تصير جزء من طبيعتنا لا تقدم ما لا تملك لما يكون شخص مريض مو انت الشخص المؤهل بالعناية به مو انت الشخص المريض يبغى له شخص عنده قوة جسدية وقوة نفسية يتواجد حوله لان في هذه اللحظة هو محتاج للأقوياء الجسدية فيه على الفكرة فيه اشخاص في الحياة هم مخصصين بالاتشافة الجسدية مخصصين دور حولك في حولك لا يمكن على الاقل عندك واحد عندك واحد جسده قوي جدا قوي جدا حولك انا متأكدة كل واحد بكم عنده واحد فهذا الشخص اللي جسده قوي وقت المرض هو لابد يكون متواجد انت من انت هذا الشخص انت من انت هذا الشخص انت يمكن لما يكون فيه فراح انت ترقصين وتجيبين الديجي وتفرحين وتقلبين المكان احلى فرح واحلى والعزاء بس غيرك ما يقدر غيرك ما يقدر ذلك لا تزعلين على نفسك انه انت يمكن لما رحتي العزاء رحت دقيقتين ومشيتي او ارسلت رسالة لما رحتي المريض رحتي دقيقة وسلمتي ومشيتي وما دخلت في التفاصيل لما فيه شخص مثلا يعاني ما قل فيه لها اشرح لي معاناتك بالتفصيل ما تقلين تشيلينها بكل بساطة كل بساطة وحتى على فكرة مرات حتى على عدد الاشخاص اللي انت تقدر تشيلهم برضو هذي عندنا طاقة عندنا طاقة يعني مرات انت تقدر تروح تشوف لك مثلا ثلاث مرضى بس لما تشوف المريض الرابع تحسنك واو المرضى اكثر من الصحة الله يستر لا امرض يبدأ الموضوع خلاص يخترق طاقتك تحسن الموضوع خرق تحسن الموضوع ببداية انا صحيح هم مرضى انا ابارك لهم وأباركهم وأتمنى لهم الشفاء وأعطيهم من هالطاقة اللي عندي وأدعو لهم مع المريض الرابع احسنه كأنه لا كأنه فيه اختراق تغير كأني صرت اقول والله الله يستر كل واحد مرض بشكل كل واحد مرض بطريقة فتحسنه الطاقة تكثرت مهلهلة كأنه انت كنت يعني كذا متمازك بعدين فبرضو لازم انتبه للحد لازم انتبه للحد اللي انا اقدر اعطي فيه للحد اللي انا اقدر اعطي فيه يعني انت ممكن تساعد عائلتك طيب بس ما انتقر تساعد عائلة ثانية ما تكتر خلاص هذا هذا حدك ممكن انت تقدر تقف مع مرضى عائلتك بس ما انتقر توقف مع المرضى اللي كل اللي في المستشفى لا ما تكتر ممكن تقدر تزور عشر مرغة في الأسبوع بس ما تقدر تزور بشرين وهكذا حتى على فكرة الأطباء حتى والذي يعملون في التشافي لهم حد لازم يعرفون حدها لازم يعرفون أنا متى أوقف متى أوقف في لحظة لا لم تعرف توقف فيها لما وقفت فيها ياهي بعد فترة تنصدم أنه أنه الموضوع كله رجع عليك لأنه أنت عندك خزان لازم تعرف كم خزانك هذا لازم تعرف كم خزانك أنا يوم من الأيام كنت يعني أستقبل يمكن عشر استشارات في اليوم استشارات شخصية وأتعاطف معها ويعني بكل صدق أبدع هذا شعوري عن نفس أني أنا أبدع عشان أطلع هذا الشخص من الأزمة اللي هو فيها بعدين وصلت مرحلة انتبهت انتبهت ودائما أقول الحمد لله أني أنا انتبهت بدري انتبهت بدري أنه أنا ما عندي خزان كافي أني أقدر أتعاطف مع كل هالتفاصيل مع كل هاللمشاكل ما عندي ما عندي هالإمكانية أني أتعاطف بعمق لأن لما يجيني شخص أنا أدخل معه بعم وأحس فيه وأشعر بشعوره وأنا عندي هذه القدرة والملكة أني أقدر أحس بألم الطرف الآخر أقدر أحس فيه بالضبط أقدر أفهم الشعور اللي يحس فيه لما يحكي لي ياه وأقدر أسأل السؤال الصح عشان أحب نفسي في الموقف بعدين اكتشفت أنه لا أنه لا أنا ما عاد أتحمل ما عاد أقدر أشيل أنا نفسي ما عاد أقدر أشيل بدت شوية بدت أطلخبط بدت أحس أنه لا في شيء ممتوازن في شيء ممصح فأناك لا خلاص استمر استمر ما أقدر كل يوم أتعاطف مع شخص جديد كل يوم أتعاطف لا ما أقدر فأوقفت الاستشارات تماما وصرت بين فترة وفترة أفتح كده على خفيف يعني أخذ شخص شخصين بس كده عشان أنا أجدد من طاقتي لكن ما أستطيعني أشيل كل هذه الأشياء بهالطريقة واكتشفت أني أنا أقدر أعطي أفكار وأبني أفكار وأوضحها للناس وأساعدهم بدون ما أدخل معاهم في المشكلة بدون ما أتعاطف معاهم في المشكلة إذلك مهم مننا إحنا نعرف وشي الخزان اللي نقدر نقدم فيه بدون ما نضر عنفسنا خزان إحنا أقوياء وكلنا كلنا من أكبرنا لأصغرنا عندنا خزانات قوية كلنا كلنا عندنا خزانات قوية وفي خزان عندك يعني متهالك ما تقدر تلمسه ما تقدر تقربه يعني أنت موضوع أصحّدك هذا المفوض يصير خط حمر ما تلمسيه ما تتلاعبين في هذا الموضوع أبد أبد المفوض أنت تضطي أكلك وضطي شربك وضطي يعني مكانك وبيئتك إنها تكون صحية مئة بالمئة ولازم تكون متواجدة مع أشخاص يعني صحتهم كثير قوية ما تسمعين قصص المرض ولا تسمعين سوالب المرض ولا تسمعين شكو المرض لأن عندك يعني خزان مو ذاك القوي المتمالك في الجسد المادي فهذا الشيء كثير مهم إحنا ما نبغى نتحدى للطبيعة إحنا نبغى نعيش وفقا للطبيعة بس خلولها مثل المعاكلة موسيقى